اشتركوا في القناة وركنه المتين وهي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة اول حاجة هنتحاسب عليها من اعملنا هي الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسلت فقد خاب وخسر يعني الصلاة هي اول حاجة هنتحاسب عليها لو ان شاء الله صالحة بقت كويسة ومقبولة فان شاء الله كل العمل مقبول والانسان يفلح وينجح بهذه او بسبب نجاحه في صلاته وان فسدت والعياذ بالله فقد خاب وخسر لان الصلاة هي اعظم ركن في الدين عندنا وهي عبارة عن صلة بين الانسان وبين ربه عشان كده سميت صلاة فيها معنى الصلة بين الانسان وبين ربه ومن خلالها ينفذ نور الله سبحانه وتعالى الى عباده وفي الحديث الشريف سد النبي بيقول لنا من حافظ عليها يعني الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف يعني هنا سد النبي قرن تارك الصلاة والذي لا يحافظ على صلاته بانه سيكون قرنه بفرعون وهامان وقارون وابي بن خلف اجرم خلق الله واكثر الناس الذين عصوا الله سبحانه وتعالى فكل دا دليل على عظم الصلاة وقيمة الصلاة وفضل الصلاة وشرف الصلاة كذلك من فوائد الصلاة انها تطهر الانسان اولا باول تطهر الانسان اولا باول وتنظفه من المعاصي ومن الذنوب زي ما في الحديث الشريف لسد النبي بيقول فيه ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء يعني لو انت قدام بيتك حمام سباحة او نهر ماشي قدام البيت عندك وانت كل يوم بتستحمى وبتغتسل في هذا النهر خمس مرات هل هيبقى من درنه شيء يعني من وسخ الانسان او الاتريبة او المكروبات لا طبعا مش هيبقى شيء على جسمه لان جسمه كده بيطهره اول باول خمس مرات على مدار اليوم الليلة هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا انت عندك خمس صلوات في اليوم الليلة الفاجر والضهر والعصر والمغرب والعشاء الانسان اللي بيحافظ على كل الصلوات دية كأنه بيعمل عملية تنظيف وعملية تطهير لذنوبه وآثامه فكل صلوة بتصليها بتمحو لك الذنوب والآثار التي كانت قبلها وهكذا الصلوة اللي بعدها وهكذا الصلوة اللي بعدها حتى ينتهي اليوم وقد غفر الله ومح الله سبحانه وتعالى عنك كل سيادك الصلاة ربنا سبحانه وتعالى قال في حقها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة ربنا هنا ما قال شيء أدي الصلاة وما قال شيء صلي إنما قال أقم الصلاة استخدم الله سبحانه وتعالى في القرآن لفظ الإقامة والإقامة في اللغة تعني الإتيان بالشيء على أكمل وأحسن وأتم صورة من حيث الظاهر والباطن أدي معنى الإقامة يبقى الإقامة معناها الإتيان بالشيء على أتم وأكمل وأحسن صورة من حيث الظاهر والباطن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلاة طلب مننا إن إحنا نؤدي الصلاة بصورة صحيحة وكاملة من حيث الظاهر والباطن من حيث الظاهر يعني إن إحنا نعمل الأركان كويس والسنن والآداب ونركع كويس ونسجد كويس وكل هذه الأمور وهذه الحركات الظاهرة اللي كلنا عارفينها طيب ومن حيث الباطن إن إحنا نخشع في الصلاة نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة ما ندخلش نصلي وإدماغنا مشغول بكذا حاجة لا إحنا عايزين الصلاة نستحضر فيها عظمة ربنا نستحضر فيها الحضرة الإلهية لأن إحنا داخل جوة الحضرة الإلهية ونتخاطب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة بالتالي ده يساعدنا بعد كده على إن إحنا نغير من سلوكياتنا ونغير من أخلاقيتنا وتقدر الصلاة تساعدنا على تحسين الأخلاق لأن ربنا قال كده وظيفة الصلاة إن هي بتعمل تنهى عن الفحشاء والمنكر فإقامة الصلاة لازم نلتزم بيها من حيث الظاهر وإن شاء الله من حيث الباطن نعمل على إصلاح وتحسين أخلاقنا وسلوكياتنا طيب الصلاة عشان تكون صحيحة من حيث الظاهر يبقى لازم أعملها على أتم وأكمل وجه إننا نعمل كل الأركان والحاجات الخاصة بالصلاة زي ما تكلمنا قبل كده عن الوضوء فاكرين لما تكلمنا عن الوضوء وقلنا إن الوضوء في حاجة اسمها أركان للوضوء وحاجة اسمها سنن وحاجة اسمها آداب ومستحبات وفرقنا بين كل الحاجات دي وقلنا إن الركن بمعنى الأساس والأصل لو مش موجود يبقى العبادة مش موجودة العبادة مش صحيحة الركن كده عامل كده زي عمود البيت زي أساس البيت لو في عمود من أعمدة البيت إنت قطعته وشيلته البيت بيقع لو بيت ما فيهوش عمدان كويس أو أساس كويس بيقع فكذلك العبادة بترتكز وبتعتمد على الأركان فأي عبادة الوضوء لأركان زي ما قلنا قبل كده غسل الوجه ومسح الرأس وغسل اليدين وغسل الرجلين لازم الحاجات دي تتعمل في الوضوء لو فيهو واحدة ما تعملتش أو تعملت غلط يبقى الوضوء باطل كذلك الصلاة الصلاة فيها برضو أركان أركان يعني الأساس الخاص بالصلاة اللي الصلاة بترتكز عليه لو ما تعملتش الأركان دي أو حصل خلل في بعضها يبقى العبادة بتاعتنا فاسدة والصلاة غير صحيحة فإن شاء الله كده هنتكلم عن أركان الصلاة باختصار أركان الصلاة زي ما قلنا هي الأحاجات الأساسية اللي لازم تتعمل اللي لو عملناها يبقى صلاتنا صحيحة ومقبولة إن شاء الله طيب ما تعملتش أو فيه جزء حصل فيه تأثير يبقى الصلاة بتالي غير صحيحة أول حاجة من أركان الصلاة النية ربنا بيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فده أول ركن من أركان الصلاة وسيدنا النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى النية معناها عزم القلب على فعل الشيء أنا دلوقتي الظهر أزن فأنا دخلت توضى وإفت على السجادة عشان أنا عازم على إن أنا صلي هي دي النية عزم القلب وتوجه القلب إلى فعل الشيء طيب محل النية فين؟ قال النية محلها القلب يعني محلها القلب يعني أنا كإن أنا بخاطب قلبي من جوة إنك قوم صلي توجه للقبلة وصلي فأنا هنا بقوم توضى وصلي الظهر الظهر وفي نيتي وفي قلبي إن أنا هصلي الظهر دي النية فالنية محلها القلب لكن هل يجوز التلفز بالنية؟ آه ينفع التلفز بالنية ما فيش أي مشكلة خالص يعني ينفع إن أنا أقول أنوي أو نويت أو اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر صلاة ظهر اليوم أداءا وهكذا التلفز بالنية جائز التلفز بالنية جائز وقيل كذلك أنه مستحب تأكيدا على ما في القلب لأن ممكن إنسان ما يعرفش يصبط عملية النية في قلبه ومش عارف يعملها إزاي أو عنده وسوسة معينة فعشان يقطع الوسوسة دي ويأكد النية اللي في قلبه فبيقول اللفظ اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر أو نويت أصلي صلاة الظهر وهكذا فالتلفز بالنية جائز وليس فيه مشكلة يبدأ أول ركن عندنا من أركان الصلاة كما ذهب إلى ذلك جمع غفير من الفقهاء تاني ركن عندنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام إنك تقول الله أكبر ودي برضو ركن من أركان الصلاة عندنا وسميت تكبيرة الإحرام لي قالوا لأنها تحرم على الإنسان كل شيء ما عدا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أنت قبل ما تدخل في الصلاة تكلم عادي بتاكل بتشرب بتعمل أي حاجة أول ما تدخل في الصلاة وطول الله أكبر دي بنسميها تكبيرة الإحرام عشان بتحرم عليك أي شيء إلا ذكر ربنا سبحانه وتعالى فممنوع تاكل ولو حاجة بسيطة ممنوع تشرب ممنوع تتكلم مع أي حد ممنوع تتلفظ بأي ألفاظ إلا أنك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى فلذلك سميت تكبيرة إحرام عشان كده الإنسان لما يدخل في الصلاة لازم يفرق ذهنه يفرق قلبه من أي حاجة تشغيله عن ربنا لأنك أنت خلاص دخلت الحضر الإلهية فربنا حرم عليك أي شيء أي شيء يشغلك عن ربنا خلاص أصبح حرام عليك ومفسد للصلاة فما ينفعش أنك أنت تتكلم مع أي حد أو تسلم على أي حد أو ترد السلام أو تعمل أي حاجة كنت بتعملها قبل الصلاة في الحديث الشريف سيدنا النبي بيقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور يعني المفتاح اللي بيخليك تدخل الصلاة وتقف بينه ده يلاقي الطهارة أنك أنت لازم تكون طاهر الأول متوضي أو مغتسل طيب بعد كده قال وتحريمها التكبير أول حاجة بتعملها في الصلاة هي تكبير الإحرام بتحرم عليك كل شيء بعد كده وتحليلها التسليم عايز تتحلل من هذه الصلاة كأنك كده كنت محرم لو ما تروح للحج والعمرة بتبقى محرم فالإحرام ده بيحرم عليك حاجات معينة اللي هي كانت مباحة ليك قبل الحجة وقبل الإحرام زي أنك أنت بس يعني تقص ضوافرك أو تحلق شعرك ده أمر مباح لكن بمجرد أنك أنت لبست لبس الإحرام وأحرمت بالحجة أو العمرة صارت هذه الأمور محرمة عليك ما تعملهاش وبعد ما تنتهي من أعمال الحج والعمرة بتتحلل وتقص ضوافرك وشعرك وخلاص الأمور عندك بترجع زي الأول كذلك الصلاة اللي بيحرم فيها تكبيرة الإحرام وبعد كده بيحللها التسليم وتحليلها التسليم قالوا يشترط في تكبيرة الإحرام أن يسمع الإنسان نفسه وإنت بتقول الله أكبر لازم تقولها بصوت ما ينفعش تقولها بدون صوت ما ينفعش الله أكبر على الأقل أنت تسامع نفسك بتقوليه وكمان تحقق حروف هذا اللفظ أو هذه الجملة يبقى الله أكبر أنا بقولها بصوت عالي شوي عشان أنا بأسمع نفسي تمام في سري برضو بس أسمع نفسي يعني أعرف أنا بقوليه وفي نفس الوقت إن أنا أحقق الحروف بتاعتها الله أكبر أحقق يعني أنطق حروف لفظ الجلالة وأكبر نطقا صحيحا ما كلش حرف في النص ما بدلش حرف ما كان حرف أحيانا بنشوف بعض الناس بتقول الله أكبر بالجيم غلط ما ينفعش أو الله أكبر بالمد ما ينفعش أو الله أكبر بالمد ما ينفعش يبقى لازم أحقق الحرف إن أنا أنطق لفظ الجلالة نطق صحيح ولفظ أكبر نطق صحيح الله أكبر ده معنى تحقيق اللفظ ده ما ينفعش إن أنا نقص منه حرف أو أزيد منه حرف والمصلي يعني ينبغي عليه أن يعلم أن له ثوابا كبيرا إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة يعني إدراكك لتكبيرة الإحرام مع الجماعة ده ليه ثواب كبير جدا عند ربنا في الحديث الشريف سيدنا النبي بيقول من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفق الإنسان المحافظ على صلاة الجماعة وبيدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوم مع الإمام ياربنا بيكتبلوا براءتين براءة من النار وبراءة من النفق طيب تكبيرة الإحرام يستحب عند تكبيرة الإحرام من النار برفع إيدي حذاء أذني أو حذاء المنكبين يعني أقول الله أكبر إيديه مرفوعة يعني بمستوى الودن الله أكبر أو بحذاء المنكبين لما الكتفين الله أكبر ده جائز وده جائز إيبا ده تاني ركن عندنا من أركان الصلاة من أركان الصلاة القيام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين القيام يعني يعني إن أنا أقول تكبيرت الحرام وإن أنا أصلي ونواقف إذا كنت صحيح معافى مش مريض أما الإنسان المريض له عذره أن يجلس لكن لو الإنسان صحيح ومعافى ما ينفعش يصلي وهو قاعد لازم يصلي وهو قاعد إذا كان بيصلي صلاة الفرد يعني إذا أنا كنت بصلي صلاة الفرد وأنا قادر على القيام ما ينفعش صلي وأنا قاعد إلا لو كنت بصلي صلاة نفل في الحالة دي جائز بس في الحالة دي هاخد نص نص الثواب لأن سيدنا النبي يقول صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأنا بصلي صلاة النفل بدل ما أصلي ونواف فصلي ونعد مكسل صلي ونواف معين ده غلط لكن خلاص الصلاة الصحيحة طالما هي صلاة نفل بس هتاخد نص الثواب أما صلاة الفرد ما ينفعش فيها إلا القيام إلا إذا كان عندي عذر أو مرض يبقى في الحالة دي ينفع صلي وانا جالس طب إنسان كان محافظ على الصلاة وهو واف مفاجأة حصل مرض معين فأقعده عن القيام ما بقاش يصلي أو ما بقاش قادل يصلي وهو واف فبدأ يصلي وهو قاعد في الحالة دي حكم الصلاة صحيحة وما فيهاش أي مشكلة لقول النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وكمان ربنا مش هيحرم حد من الثواب أيضا اللي كان بيغدو ده من كرم وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده يعني إنسان كان محافظ على الصلاة وهو واف عشان كان صحيح معافة فجأة حصل مرض معين فبدأ يصلي وهو جالس هل هنا هياخد نص السواب ذي ما النبي قال في الحديث صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة لا هنا الحديث ده صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة اللي هو بيصلي النفل بدون عذر لأنه لو صلى الفرد بدون عذر هو جالس الصلاة أصلا باطلة ما تنفعش لكن هنا الإنسان إذا صلى قاعد إذا صلى الفرد وهو قاعد بعذر يبه هنا هياخد سوابه كامل إن شاء الله غير منقوص لأن سيدنا النبي في الحديث الشريف بيقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا إذا مرض العبد أو سافر يعني إنسان مرض أو سافر هو مسافر بيأخذ بالرخصة بيجمع وبيقصر أو بيقصر الصلاة أو بيفطر أو كذا إلى آخره الإنسان في الحالة دي اللي كان محافظ على العبادة وهو صحيح مقيم في بلده وبعد كده تغير الحال وبدأ يعني يقصر في بعض يوانب العبادة لأجل المرض أو لأجل السفر فسيد النبي يقول كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا هياخد الثواب كامل كأنه هو مقيم وصحيح فالإنسان إذا ما كانش مريض يبقى لازم يصلي هو وائف أما إذا كان مريض في الحالة دي بيسقط عنه القيام وده بيعتبر عذر يسقط القيام عن المصلي يعني إنسان مثلا مريض عنده سلس بول مثلا لو وقف هو بيصلي ففي بول كده ينزل منه فالدكتور قال له لأ لما تيجي تصلي صلي وانت قاعد يبقى في الحالة دي إن شاء الله جائز الصلاة وهو قاعد مفيش أي مشكلة كذلك يسقط القيام يبقى كده يسقط القيام عن الإنسان حالة العذر كالمرض أو حالة العذر كالخوف من العدو يعني في عدو متربص بيا فلو أنا صليت وانا واقف ممكن يشوفني زي مثلا الجندي اللي واقف على الحدود حان وقت الصلاة وهو القائد قال له إنك أنت هتقف بطريقة معينة ما تبينش نفسك للعدو فهو هنا محتاج يصلي فهل يصلي هو واقف لو صلى هو واقف هيكون عرضة لقنص العدو ممكن يقتلوه في الحالة دي ينفع يصلي وهو جالس طيب وأنا واقف المفترض أن أنا واقف في تذلل وخشوع واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى مش مماي لنحية اليمين ولا نحية الشمال مش ساند على حاجة طالما ما عنديش عزر مش ساند على عصايا مش ساند على حيطة أقف بين يدي الله متذللا منكسرا ونظري يكون موضع البصر موضع السجود يعني عناية ببص فيها أو ببص بيها على موضع السجود وده بيكون أرجاء للخشوع والاستحضار في الصلاة بعد كده من أركان الصلاة قراءة الفاتحة وده مذهب الجمهور من السادة المالكية والشافعية والحنابلة أما السادة الحنفية قالوا قراءة الفاتحة واجبة فهنا قراءة الفاتحة من أركان الصلاة عند أغلب جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جيب إحنا بنصلي زي ما كلنا بنصلي وكلنا حفظين الفاتحة والحمد لله وبنقرأ الفاتحة في صلاتنا ويشترط في قراءة الفاتحة قراءة صحيحة منضبطة ويريت يا جماعة كلنا نتعلم قراءة الفاتحة إن إحنا نحاول نقرأها قراءة صحيحة بأحكام التجويد ما نزودش حرف ما ننقصش حرف ما نتركش حكم من حكام التجويد كالغنى والتجديد والمد وغير هذه الأمور فعلى الأقل إن إحنا نضبط قراءتنا لصورة الفاتحة لأن الإنسان إذا لحن وإذا أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ يخل بالمعنى ويغير المعنى فالصلاة هنا غير صحيحة يعني مثلا ربنا لما بيقول في صورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم بفتح أنعمت فأنا رح تقاري الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم يبقى أنا كده اللي أنعمت يعني يبقى كده الصلاة باطلة يبقى المفترض على كل إنسان مستمع أن يتعلم القراءة الصحيحة خاصة قراءة الفاتحة لأن الفاتحة هي اللي هتصحح صلاتك وهي من ركن من أركان الصلاة عند كثير من الفقهاء يبقى بقدر الإمكان لازم أتعلم قراءة الفاتحة وأضبط قراءة الفاتحة بأحكام التجويد لو أن الإنسان عجز ما عن قراءة الفاتحة مش حافظ الفاتحة كويس مش عارف يقراءها كويس ولم يتمكن من قراءتها ولم يتمكن من تعلمها وكان يحفظ غيرها مش حافظ حاجة مش حافظ الفاتحة حاول يحفظها مش حافظ لكن حافظ حاجة تانية غير الفتحة زي يقول هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق فيعملي هل الصلاة هنا تكون باطلة لازم يتعلم طيب ومحتاج يتصل دلوقتي لحد ما يتعلم آه يبقى في الحالة دي لا مانع من أن يأخذ برأي الإمام أبي حنيفة إلا قال إن قراءة الفاتحة واجب واجب يعني لو قرأ بغيرها فصلاته صحيحة إلا أنها ناقصة فإنه يقرأ بغيرها طالما إنه عجز عن قراءة وعن حفظ سورة الفاتحة طيب إذا لم يستطع الإنسان قراءة أي شيء من القرآن واحد مثلا أجنبي داخل في الدين جديد ما يعرفش أي لغة عربية أو ما يعرفش القرآن مش حافظ القرآن حاول يحفظ مش عارف فاذا يعمل يقرأ إزاي بقى والقراءة ركن من أركان الصلاة القراءة ركن من أركان الصلاة الحنافية له هي القراءة مطلقا والشفعية وغيرهم قالوا قراءة الفاتحة بعينها فهنا مش حافظ حاجة وعايز يصلي طيب يعمل إيه قالوا من لم يستطع القراءة ومن عجز عن القراءة في الصلاة مش عارف يقرأ أي حاجة سواء الفاتحة أو غيرها قال فليذكر أو قالوا فليذكر الله سبحانه وتعالى يقول أي ذكر يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يدعي أي ذكر يقوله في القيامة ما فيش مشكلة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه أنا مش عارف آخذ حاجة من القرآن ومش عارف أحفظ حاجة من القرآن فعلمني أي حاجة منه إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلاص أنك تسبح ربنا سبحانه وتعالى فرق الآن للنبي يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي أنا كده ذكرت ربنا طبعا عايز حاجة أدعي بها النفس ما فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني وهدني فلما قام هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير ما الحكم باء لو كان الشخص لا يستطيع قراءة أي شيء لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا أي سورة ولا حتى الذكر ولا حتى الدعاء ولا أي شيء ومثلا إنسان عاجز عن القراءة تماما كالإنسان مثلا الذي لا يتكلم أو إنسان مثلا أجنبي ولسه ما يعرفش أي حاجة في اللغة العربية أو كذا فقالوا يقف في القيام مقدار قراءة سورة الفاتحة يعني نحن نقول له لما تجد صلي تفضل وقف كده شوية ساكت ما تتكلمش قراءة الفاتحة مثلا بتاخد دقيقتين مثلا أو دقيقة فانت تقف مقدار دقيقة لا تتكلم بأي شيء يبقى القراءة هنا ركن من أركان الصلاة لكن السادة الجمهور قالوا قراءة الفاتحة بعينها هي الركن والحنفي قالوا الفاتحة هي واجب إنما القراءة مطلقا هي الركن طيب بعد كده من أركان الصلاة الركوع يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا الركوع هو الانحناء إن أنا بنحن بظهري شوية لحد يعني راسي ما تستوي بظهري والركوع إن أنا بنزل بحط إيدي أو الكف بتاعي على ركبتي وفرج بين صوابعي بنزل كده بمسك ركبتي في بعض الناس بتحط يديها تحت ركبتها أو في ركبتها لا الأحسن والأفضل إن أنا حط الإيد على الركبة وفرج بين صوابعي وتكون راسي في مستوى ظهري يعني ما تكونش راسي الفوق شوية ولا تحت شوية لا الاثنين في نفس المستوى ليه لإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك يعني ما كانش يرفع رأسه الفوق ولا ينزلها تحت إنما بين الرفع وليه والنزول وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى سوى ظهره إذا ركع سوى ظهره يعني الظهر مستوي جدا بحيث إنك لو جبت كوب من المية وحطيت فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤعش ما يملش لإن الظهر مستوي تماما طيب الركوع عندنا من أركان الصلاة وكذلك الطمأنينة في الركوع عند أغلب الفقهاء الطمأنينة يعني قالوا الطمأنينة أن تستقر الجوارح والجسم في الصلاة وفي هذا الركن بمقدار أداء تسبيحة ده معنى الطمأنينة إن أنا لما كبرت الله أكبر وانزلت الجوارح بتاعتي لازم تستقر وتهدى بمقدار تسبيحة يعني ركعت قلت سبحان ربي العظيم ولو أقل حاجة تسبيحة واحدة يبقى كده الركن بتاعي تم لكن لو أنا ركعت الله أكبر ورفعت على طوله وما قدرتش والحيتش أقول تسبيحة حتى واحدة يبقى كده الركن ده في خلل ما تمش عند جمهور الفقهاء يبقى الطمأنينة هي استقرار الجوارح واستقرار أعضاء الجسم في الركوع أو السجود بمقدار أداء تسبيحة ده أقل حاجة في الركن لكن السنة طبعا والمستحب إننا نقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاث مرات لأن سيدنا النبي قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وقال أيضا في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته أسوأ الناس من حيث السرق من الشخص الذي يسرق من صلاته إن أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها كيف يسرق من الصلاة الإنسان بيسرق إزاي من الصلاة لأنه أسوأ الناس سرق قال هو الشخص الذي لا يتم الركوع ولا السجود يعني بينقر الصلاة كنقر الديك يركع ما بيطمئنش ويرفع على طول ويرفع على طول التسبيح في الركوع سنة هو بمقدار ثلاث تسبيحات يعني أنا كبرت الله أكبر وجسمي استقر في الركوع بمقدار أداء تسبيحة كذا الركن تم كوني إن أنا أقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات دي سنة لو أنا ما ألتهاش في الركوع الصلاة الصحيحة إن إحنا نترك السنة لا يبطي للصلاة فأنا ركعت لكن ما ألتش نسيت أقول سبحان ربي العظيم بالصلاة بتاعتي الصحيحة وما فيها أي مشكلة فأنا أقول سبحان ربي العظيم في السجود على قدر ما تيسر لي إلا إذا كنت إماما فأترفق بالناس ولا أزيد عن ثلاث تسبيحات من باب التخفيف على الناس وهناك أدعية أخرى في الركوع أيضا زي الأدعية اللي وردة والأذكار اللي وردة عن سنة النبي أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كل حاجة خشعت ربنا في الركوع وكان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد كده الركن اللي بعد كده ركن السجود يا أيها الذين أمنوا اركعوا وسجدوا السجود هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى ووضع الجبهة على الأرض السجود أنك توضع جبهتك وتحطي جبهتك على الأرض وهذا أعلى مقام التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى نفس الكلام يبقى السجود هنا ركني من أركان الصلاة لو أنا ما سجدتش يبقى الصلاة غير صحيحة وكذلك أطمئن في السجود ثم أسجد حتى تطمئن نساجدا وأقل حاجة أو أقل الطمئننا في السجود زي الركوع بالضبط مقدار أداء تسبيحة إننا سجدت الله أكبر فدماغي محطوطة على الأرض بمقدار أداء تسبيحة إننا أقول سبحان ربي الأعلى ونفس الكلام يستحب إننا أقول أو السنة إننا أقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى ويكره إن الشخص يعني يعني يسرق برضه من الصلاة الحديث إن أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها إننا سجدت ورفعت بسرعة ما أتمتش السجود ما أتمتش السجود فهذا يبطل الصلاة عند بعض الفقهاء يبقى كذلك ركن السجود من أهم الأركان في الصلاة اللي لازم يتعمل طب نسجد إزاي في الحديث شريف سيدنا النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبع أعظم بتسجد عليهم قال الجبهة وأشار بيده على أنفه آه إننا بسجد على الجبهة والأنف منخيري على الأرض في ناس أحيانا من وسجدة منخيرها مش لمس الأرض ده مكروه لك أقل حاجة إن الجبهة تلامس الأرض طب لو الإنسان اقتصر على الأنف بس يعني وضع أنفه على الأرض وما وضعش جبهته صلاة غير صحيحة وضع جبهته وما وضعش الأنف في الصلاة الصحيحة لكنها ناقصة إلا طبعا إذا كان عنده عزر أمرت أن أسجد على سبعات أعظم على الجبهة واليدين الإيد المين والشمال والرجلين الإيمين والشمال وأطراف القدمين الصوابع طيب ننزل السجود إزاي الأولى إن أنا أنزل برجلية الأولى وبعد كده أنزل بإيديا طب لو نزلت بإيديا وبعد كده برجلية مفيش مشكلة خلص وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين آخر حاجة من أركان الصلاة الجلوس الأخير اللي نحن بنقرأ فيه التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات الآخر التشهد ده من أركان الصلاة وبعد ما بننتهي من التشهد بنصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن التشهد الأوسط الأوسط ده مش ركن من أركان الصلاة مثلا التشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده ليس ركنا إنما الركن هو التشهد الأخير وكذلك لفظ السلام السلام عليكم أو السلام في آخر الصلاة ده ركن عند بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة أما الحنفية فقالوا هو واجب يعني عموما التشهد الأخير ركن وكذلك السلام ركن عند البعض أما الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فليست ركنا وبالتالي لو أن الإنسان نسيها مثلا فصلاته صحيحة لأن النسيان السنة لا يؤثر على صحة الصلاة يبقى إحنا كده عندنا أركان الصلاة باختصار مع الخلاف في بعضها عند بعض الفقهاء النية التكبيرة الإحرام القيام الركوع السجود الجلوس للتشهد الأخير والسلام هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة